اشتركوا في القناة جاء ذلك خلال مشاركة سعادته كمتحدث في الحفل السنوي السابع لاستقبال الخريجين من المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة الامريكية تحت شعار التعلم مدى الحياة وذلك بتنظيم من غرفة التجارة الامريكية في البحرين بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى المملكة وخلال كلمته اكد الوزير بان تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات لدعم الخريجين في سوق العمل والاستفادة من ابتكاراتهم وابداعاتهم امر له بالغ الاثار على مسارات التنمية الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية في سوق العمل أعلن صندوق العمل تمكين بالتعاون مع صادرات البحرين عن دعم مشاركة 15 مؤسسة بحرينية في النسخة الثانية من معرض سعود فود والذي يشكل المعرض العالمي الأكبر للأغذية والمشروبات في المملكة العربية السعودية وستحصل المؤسسات المشاركة على فرصة قيمة للاطلاع على آخر مستجدات القطاع وتجاهاته وتبادل الأفكار وأفضل الممارسات وبناء العلاقات مع المؤسسات الرائدة في قطاع الأغذية وبهذه المناسبة قالت السيدة مهى عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين إن دعم تمكين لمشاركة المؤسسات البحرينية في هذا الحدث العالمي الضخم يأتي تماشيا مع التزامهم بتعزيز تنفسية المؤسسات الوطنية من شتى القطاعات على الصعيدين الإقليمي والدولي إذ ساهم قطاع التصنيع بنسبة 14% في نمو الناتج المحلي الإجمالي وذلك في الربع الأخير من العام 2023 ومن جانبها قالت السيدة صفا عبد الخالق الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين إن شركتهم مع تمكين تعكس التزامهم بدعم نمو قطاع الأغذية والمشروبات في البحرين وتعزيز مسيرة نجاح المؤسسات العاملة به أعلنت شركة مطار البحرين عن بدء استقبال طلبات إبداء الاهتمام من الشركات الرغبة في شغل المساحات التجارية الرئيسية بمبنى المسافرين في مطار البحرين الدولي وأتقع المساحات التجارية الخمس بالقرب من صلة المغادرين بالدور الأرضي وتوافر فرصا استثنائية للرغبين بمزاولة الأنشطة التجارية المختلفة حيث تتوافر مساحات متنوعة تتراوح بين 34 مترا مربعا إلى 174 مترا مربعا تقريبا ورحبت شركة مطار البحرين بالعروض المبتكرة والمتميزة للعلامات التجارية المحلية والعالمية في مختلف القطاعات والآن نترككم معدال أسواق المالية الخليجية وللحديث حول دور الذكاء الاصطناعي في تحليل الأسواق المالية يسرنا أن تنظم معنا عبر الهاتف من الأردن الأستاذة رانيا جول محل الأسواق في الشرق الأوسط في xs.com مرحبا بك أستاذة في النشرة الاقتصادية وفي البداية إلى أي مدى يلعب الذكاء الاصطناعي دورا في تحليل الأسواق المالية ومساعدة المستثمرين في التنبؤ عن أداء أسهم الشركات في المستقبل في البداية أشكركم على الاستضافة في قناتكم المواكرة وبالنسبة للذكاء الاصطناعي فهو يلعب دورا متناميا جدا في تحليل الأسواق المالية ومساعدة المستثمرين على التنبؤ بأداء الأسواق المالية في المستقبل فهناك طرق متعددة لمساعدتهم منها تحليل البيانات الضخمة التنبؤات المستقبلية والاكتشاف المبكر للفرص في مناطق الأندر فاليو أو المبالغ فيها في الأسعار كما أن إدارة المخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي والتداول الآلي تعتبر من أهم أنظمة التداول الآلية التي تعتمد الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الصفقات تلقائيا بناء على إشارات محددة ويستفيد منها المستثمرين جدا في هذه الطفرة التكنولوجية خلال الأيام القليلة الماضية أو حتى خلال السنوات القليلة الماضية نعم أستاذ يعني اليوم هناك الكثير من البرامج التي تحلل البيانات الضخمة منها بيانات الأسواق المالية وذلك بغرض التنبؤ حول أدائها في المستقبل فما هي أفضل الطرق المستخدمة لذلك من وجهة نظرك في الحقيقة من وجهة نظري لا توجد طريقة واحدة تعتبر هي الأفضل على الإطلاق للتنبؤ بسوق المال فأفضل طريقة فعليا تعتمد على الاحتياجات الفردية وأسلوب الاستثمار لكل شخص على حدة مع ذلك يوجد بعض الطرق الرئيسية التي يستخدمها المستثمرون كل يوم وهي الأفضل على الإطلاق من وجهة نظري وسأبدأ بذلك بما يعتمد على المستثمر أو المتداول نفسه بطريقة بشرية وتفكير وثقافة وخبرة مطلقة من طابع بشري للمستثمرين والمتداولين وهي التحليل الفني والتحليل الأساسي والتي تعتمد على الخبرات والخبرات الأساسية للمستثمرين وتحليل الأسواق بدقة وتحديد نقاط الدخول والخروج في الأسواق بالتأكيد الأستاذة رانيا قول محل الأسواق في الشرق الأوسط في اكس اس دوت كوم كنت معنا من المملكة الأوردنية الهاشمية شكرا جزيلا لك والآن نترككم مع سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة